مرحبا برج الحوت اهلا فيك عزيزي برج الحوت الشريك يرى ان انت قمت باختيار خاطئ هو اخطأ؟ نعم يشوف نفس انه هو اخطأ لانه ما اتخذ موقف واضح وصريح معاك بخصوص العلاقة بخصوص الشراكة اللي بينكم ولكن في نفس الوقت انت اخطأت عن طريق كركبة الامور مادر احسك انما انت ما كنت واضح معاه في نواياك حتى في اسلوبك في توجهك ما كنت واضح ابدا فكركبت الموضوع زيادة هو يرى ان انتو الاثنين ساهمتوا في الانفصال في الانفصال مع بعض ولكن في نفس الوقت قاعد يحاول انه شا اقول لك قاعد يحاول انه يتخط هاي الجرح او يتخط هاي الالم اللي بينك وبينه وينظر الى الجانب الايجابي من الموضوع هو يرى انه فيه امكانية للرجوع في المستقبل يراك شخص نعم كاحتمال انه يرجع لك في المستقبل ويكون بينكم مثل التواصل الرسائل يعني راح يبتدي بشي بسيط ولكن هو بانتظار هاي العتمة الغيمة الضباب الوقت المكركب اللي بينكم بانتهاء انه ينتهي خصوصا اذا كان فيه تدخل من الاهل او الاهل مثلا سببوا بتفاقم الموضوع اول ينتظر ان هاي الموضوع يعدي على خير وتمرون ثم فيه مرحلة هدوء هدوء تام الرجل المعلق عندنا هنا اوكي ومن ثم راح يكون مستعد انه يبتدي معاك من الصفر عندنا كرت المشاغب يراك ايضا انه انت اللي افتعلت المشاكل انت اللي افتعلت خلنا نقول انت سبب الاساسي للمشكلة اللي صارت بينكم الانفصال ولكن هو ايضا ساهم نزين فرح يحاول انه في المستقبل ان شاء الله يبتدي معاك شي جديد لانه هو يراك ان انت تستحق فرصة ثانية احس ان الظروف وتدخلات الاهل تدخلات الاخرين الظروف كانت المحيطة بكم ما تشجع على انه يتم الارتباط او يستمر الارتباط فكأنه هنا يراك شخص يريد ان يبحث معاه في فرصة ثانية وثالثة ما يريد انه يوقف الموضوع عن شري ويستسلم اللي بعده ما هي خطوة القادمة عزيزي برج الحود شريكك او الشخص اللي منفصل عنه في الفترة القادمة رح يحاول انه يغير محيطة بشكل كامل كأنه هو يرى انه كأنه هنا ايضا بينكم اختلاف في العوائل في القبائل اختلاف في طريقة التربية في البيئة ممكن حتى في الدولة في المذهب في اختلاف مهم هنا موجود رح يحاول انه يتقرب من بيئتك انت لانه كأنه هنا شايفه الاختلاف في البيئة وتدخل الاهل سبب تفاقم الموضوع بينكم في الفترة القادمة رح يحاول ان يغير في السيستم كامل في النظام اللي هو يتبعه مثلا اذا كان من قبيلة معينة او عائلة تتصرف بطريقة معينة رح يحاول ان يختلط باشخاص هم اقرب لبيئتك عشان يرى الامور من منظور مختلف يرى الامور باشلون لو انا شفت الامور من منظور او حطيت نفسي مكان برج الحوت باشلو كنت رح اتصرف لو انا انوضعت في نفس الموقف ومحتاج انه يفهم هاي النقطة اولا وهي اللي رح يسوي ان شاء الله في المستقبل ايضا رح يحاول التحرر التحرر من القيود المفروضة عليه لسبب ان ثمينكم كل واحد موجود في بلد امور مختصة بالهجرة امور مختصة بالموافقة الاهل امور مقيدة الارتباط مرة ثانية او الرجوع مرة ثانية رح يحاول انه يتحرر منها وايضا احتمال ان عرضه يجد رجوعه يكون فيه عرض مادي او شئ عملي يعني يظهر الحب مرة ثانية في الرجوع ولكن بشكل مادي بشكل عملي بشكل ملموس مو بشكل مشاعر والتعبير عنها وآخرا وليس أخيرا كوب الحب كوب الحب هنا الكوب الصافي راح يحاول أيضا أنه شا قلتك يهتم فيك أكثر من السابق هو يحس بخطأه يحس أنه كان مقصر في جانب معين كان فيه تقصير أيضا من جانبه هذه خطوات القادمة ولكن هذه كلها أمور لحد الآن ما صارت ترى في حياتي يحاول يعمل عليها في هذه الفترة يحاول يكتشف عندنا السيف الصغير يحاول يكتشف شن الموضوع ما هو الانفصال ما هو الألم اللي أنا سببته أو اللي محيطي سببه لبرج الحوت من وجهة نظرك أنت راح يحاول مثل ما قلت لك أن يجمع المعلومات يكتشف أيضا يكتشف إذا فيه عوائق أمور قانونية أمور تبع الهجرة أمور تبع مثلا عدم موافقة على زواجكم من جهة معينة جهة رسمية راح يحاول أن يبتدي يبحث ويحل هاي الموضوع وآخر شي ما الذي يخفيه الحبيب ما الذي يخفيه الحبيب ست الخماسيات سبع الخماسيات الغصن الصغير الخماسي أفارس الأرض المواد كرت برج العقرب احتمال كبير أنك تتعامل مع برج ترابي عندنا هني ثور جدي وأيضا العدراء إن زين أو برج مائي مثلك ولكن يجب أن تتأكد من نقطة واحدة يا برج الحوت إن هذا الشخص كأنما أشوفه لعب بذيلة خلي خياراته مفتوحة أثناء العلاقة أثناء ما أنت كنت موجود في حياته خلي خياراته مفتوحة كان دائما مشغول عنك بسفرات بطلعات خروج مع الأصحاب عزائم دائما كثير الخروج حتى مخلي خياراته مفتوحة للعلاقات مثلا أو للطرف الثالث احتمال موجود هذا الشيء لأن دائما ست الخماسيات الشخص يعطي للعطاء لشخصين ويكون فيه لشخص واحد فهني كأنما هو يعرف أنه أفطأ وقصر وبسبب خطأ بسبب اتباعه لأسلوب معين أسلوب حياة معين ما كان يهتم فيك كفاية كان اهتمامه دائما خارج المنزل خارج العلاقة هو اللي خسر هاي العلاقة يعرف أن هذا هو خطأ هو يعرف ولكن ما رح يعترف لك فهذا الشيء اللي قاعد يخفيه وأيضا رسائل العشق احتمال أنك وجدت رسائل عشق رسائل غرام رسائل غزل بينه وبين شخص ثاني واجهته أنكر بينه وبين نفسه هو عارف أن هذا هو سبب أساسي لانهدام العلاقة أو الثقة بينكم ولكن يحاول أن يرجع عندنا فارس الأرض يحاول أن يرجع في المستقبل ولكن بعد أن يغير نفسه لأن الموضوع ما يبي له مجرد أن يرجع في حياتك هو مستوعب الموضوع ما يبي له فقط أن يرجع ويعتذر لازم يستطيع أن يغير اسلوب حياته عندنا كارت الموت كارت الموت كارت الموت هو كارت التحول كان فيه اسلوب قديم يتبعه وهو أعزب أو وهي عزباء لحد الآن استمر وستمر أثناء العلاقة أو الزواج وساهم في انهدام العش اللي بينكم أو الشراكة اللي بينكم بالإضافة إلى وجود عندك شخص يحب يخلي خياراته مفتوحة عينه زائغة أو دائما عنده مرسلات مع أطراف ثالثة خلي نقول اللي قاعد يخبيننا يعرف أن هذا هو غلطة ولكن عملية التغيير ما راح تكون سهلة بالنسبة له عملية موت الأشياء القديمة وخروجه جديد باسلوبه جديد لأنه عندنا فارس الأرض وهو الفارس البطيء تحول بسيط شيء سيشهد الشريك في الفترات القادمة وما راح ترى النتائج بين يوم ويلة راح تأخذ وقتها أوكي اللي بعدها قراءة العزاب ومن القادم في طريقكم من القادم في طريقكم ما هي مواصفاته وأطبعه كرد العدالة برج الميزان الشمس كرد برج الأسد احتمال أن الشخص يشتغل أو يعمل في الجهاز القانوني في الدولة أو عنده قضية لحد الآن ينتظر أن يصدر الحكم فيها الكوب الأول ولكن ما راح يصدر حكم أشوف هناك كأنما راح يكون إما تنازل وإما صلح الفارس البطيء والمأدون مرة أخرى عندنا المأدون عزيزي برج الحوت كأنما هنا الشخص اللي قادم في طريقه فعنده لحد الآن أمور معلقة مثل ما قلت لك في الجهاز القانوني في الدولة ينتظر الحكم ينتظر الفرج عندنا الشمس وهي النجاح ووضوح الأمور عشان يستطيع أن يعرض عليك الخماسي خاتم الخطوبة الزواج الارتباط العلاقة لحد الآن في انتظار في فترة انتظار كأنما هو شخص راح يدخل حياتك ولكن ما راح على طول يعرض عليك كوب الحب أو الخماسي لأنه قلت لك أول ما يدخل حياتك راح يكون في عنده هو أو حتى أنت يا برج الحود أمور متعلقة هني أشوفها كأنما شراكة شراكة بيزنس فشلت اتهام 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 بخرقة لمثلا لقانون تجاري معين أشياء تجارية أكثر من كونها مثلا محكمة حضانة أطفال أو شيء ما شابه شخص سنة مش كبير احتمال أنه في سنك أنت يا برج الحود أو أكبر منك فقط بسنة سنتين ثلاث شخص ما يختار صعب أنه يختار احتمال عشان تدي قلت لك برج الميزان صعب أنه يختار دائما متردد يفكر مليون مرة ويسأل أيضا مليون مرة قبل ما أن يختار وعندما يختار كأنه ما يختار خطأ عشان تدي موضوعه وصل أصلا إلى النظام القضائي نأخذ بعيني الاعتبار وضع الحالي ما يملك الكثير من الأموال يعني عنده شوف أنت تعامل أو رح يأتيك هذا الشخص الدخل الدخل ماله عالي الدخل ماله عالي يعني يطلع أموال جيدة من بزنسه من تجارته من عمله ولكن طريقة صرفة لهذه الأموال طريقة تدبيره جدا سيئة أنه دائما ينتهي إما ما عنده الكثير إما فقير إما محتاج وعنده دائما مخالفات متأخرات لم يدفعها أشخاص يطالبون بالأموال في النظام القضائي ولكن نحن عندنا المأذن يأتي من أسره متدينة أسره متدينة اختلاف أن بيئته أيضا احتمال بيئته مختلفة عن بيئتك أنت مو شديد التدين كما هذا الشخص هذا الشخص هو شخصيا ليس متدين ولكن أسرته متدينة محافظة غير أنه متردد راح يأخذ رأيهم طبعا قبل الارتباط قبل أن يعرض عليك كوبة راح أقول لك شيء هني هو راح يعرض عليك الحب العلاقة نفسها الوجودة في حياتك نعم الماء موجود ولكن الخماسي مو في يدك أنما الخماسي لأن هذا شخص متردد مو واثق مناضج فارس لحد الآن لم يصل إلى مرحلة الملك احتمال أنت لتحصل على الخماسي احتمال شخص ثاني شخص يرشحون للأهل يختارون الأهل أنت تعامل مع شخص متردد مصاحب قرار مصاحب اختيار الخماسي لحد الآن في يده يده بما معنى يد أهله أيضا وراء أهله وراء ناس ما يسمح لأن يرتبط على كيفه وعلى راحته ولكن الحب سيكون موجود دعنا نرى كيف تتعامل مع هذا الشخص الخماسيين الامبراطور المزيد من الطاقة النارية احتمال النبورج سيكون ناري أو ترابي سبعة السيوف عجلة الحال الكوبين مع هذا الشخص مرح هذا شخص جيد أوكي ولكن ما راح تقدر تحصل على مرادك إذا اتبعت الطريق الواضح طريق الشمس الطريق الواضح لا تسلك معه لأنه هو أصلا متردد الدائما لازم تكون في طاقة التأرجح طاقة التأرجح طاقة التأرجح بما معنى أن أنا مش جاد مئة بالمئة أنا ما أريدك مئة بالمئة أنا مش متأكد منك لما تقول أنا مش متأكد منك أخوة عنده فارس التغيير الفرسان هما تبع التغيير راح يحاول راح يكون كأنما بمثابة استفزاز يحاول أن يثبت نفسه لك أوكي هنا الأمبراطور وجنبه سبعة السيوف أيضا يقول لك إذا تريد أن تحصل على مرادك من هذا الشخص أو هاي العلاقة إذا عجبك هذا الشخص عليك أن تضع حدود تضع حدود وتكون عنيد بشأن مطالبك عنيد هنا يقول لك لازم تقوي قلبك عندك كرت برج الأسد تحت الأمبراطور طاقة نارية لازم تقوي قلبك ما تخاف ما تتنازل مو إذا الأمور ما مشت بطريقة معينة تقول أوكي راح نتبع طريقة أخرى مثلا لأن أهلك ما وافقوا أبدا 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 الكرت هنا واضح لا تتنازل لا تتنازل لما يعرض عليك حبه والعلاقة مو على طول قتلك طاقة تأرجح مو على طول تأخذ منه الحب والعلاقة وخلاص تعتبر أن أنت ترتبطوا لا هنا يعطيك حبه أعطى تساؤلات أعطى غمور لا يحس أنه ملكك في العلاقة لا يحس أنه خلاص صرت ملكة وصار في حياتك لا محتاج دائما طاقة الإبتعاد هو لازم يحس بعدم التأكد أن أنت ما راح دائما تكون موجود في حياتك أو عندك طاقة احتمال الرحيل 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 إذا ما مشت الأمور بشكل جيد هذا النصيحة هي مو لأول فترة من علاقتكم هذه ليه فترة ما قبل الارتباط ما قبل الزواج لحد الآن ما صار زواج نريد أن نحصل على زواج أوكي؟ وتنتظر الفرصة المناسبة الوقت المناسب كأنه مهني رح تأتيك أنت فرطة مناسبة هذا الشخص هذا الفارس في لحظة معينة رح يصير جاهز ولكن عندك ساعة ما رح يكون جاهز طول الوقت لازم أنت تحين الفرصة تكون تلاحظة تكون عندك طاقة الغموض الخفاء تلاحظة متى يكون جاهز مستعد كبير عشان الارتباط عشان تلعب كرت الزواج الحب لا يعني الذواج الحب لا يعني أن تت تقدم لي شيء ملموس عملي ثابت هاي النوع من الطاقة عندك عشان تحصل على مرادك ان اشوفك اذا حصلت اذا كنت في هاي الزواج رح تكون مرتاح لا تتسألني ليش احس ان المادة بتكون موجودة الاهل موجودين والاهل ايضا يساعدونك كثيرا يساعدونك ويساعدونه المادة الراحة الشريك او الحبيب مساعدة الاهل اهني مقتلك متدينين او متعصبين رح يكونون بالعكس بعد الزواج دائما يحاولون ان يساعدونكم يشدون عنكم المسؤولية ولكن طريقة حصولك على هذا الشخص او هاي الشراكة يجب ان يكون فيها شوي نوع من الخفاء الدهاء الذكاء الاجتماعي قراءة المرتبطين طبعا المرتبطين ممكن يكونون مرتبطين بعلاقة خطوبة او حتى زواج اول سؤال كيف يراك الشريك اثناء هذه الفترة برج الحوت شريكك وعدك بشيء وعدك بشيء احتمالك ان انتم تحصلون على منزل جديد تسافرون لدولة جديدة تذهبون لاكمال التعليم في دولة اخرى وعدك بشيء مهم وعملي ان يسمحلك مثلا تحصل على وظيفة شريكك احتمال يكون من البرج الناري ابراج النارية انزين ولكن هو وعدك بوعد وجدا في الفترة الحالية او القادمة خائف انذكر تسعة السيوف القلق خائف من ردة فعلك لان ادرك ان موضوع وعدك فيه ليس في يده مو في يده الموافقة لحد الان هو قاعد يحاول الموافقة لحد الان لم تظهر انزين؟ هو خائف من ردة فعلك يراك ان انت كأنما رح تكمل معاه او بدونه خصوصا اذا كان موضوع فيه سفر او تعليم او بيزنس او يخاف ان انت تركه وحيدا وتكمل بدونه مو شرط ان تتركه يعني الانفصال بس تكمل خطة معينة انت اتفقت عليها مع بعض وتكملها بروحك يراك انت مستعد وقاوي اكثر منه انت اللي عندك الطاقة النارية انت اللي شجاع لمواجهة البداية الجديدة اكثر منه هو لحد الان مش واثق لحد الان يعيش من صراع داخلي بسبب النقلة اللي انت رح تنتقلونها لمنزل جديد لمحافظة جديدة دولة جديدة فيه امتقال في الوظيفة حتى في التعليم فيه امتقال هو يراك ان انت مستعد واقوى منه واشجع منه لاتخاذك هاي الخطوة وهو لحد الان يعيش فيه حيرة وممكن ايضا تكون معك وساعة كسب بما يناسب جانبك من القراءة اللي بعدها ما هي نقاط قوتك في العلاقة اربع الاخصان من نقاط قوتك اللي راه فيك الشركة ان انت تستطيع المحافظة على توازنك وشراكاتك وعلاقاتك داخل المنزل في العمل او البزنس اللي عندكم وايضا في العلاقة خارج المنزل وايضا داخل العلاقة نفسها تستطيع كأنما ان تحافظ على كل التوازن وتتحول بسهولة في تركيزك من مثلا اركز على نفسي الى اركز على اهالي او على شركي من نقاط قوتك ان انت سريع التحول في العلاقة تستطيع ان تحافظ على بهل امانيتك او توازنك في اصعب الظروف من نقاط قوتك غير على العزيمة الحديدية اللي راه فيك الشرك اخر شيء الغصنين شريك مخلص من نقاط قوتك ان انت شريك مخلص لا تخبل شريكك ما تتركه يواجه المصاعب وحيدا وهو يعرف ايضا شريكك هاي الشيء وعزيمتك قوية يعني شو بسبب عزيمتك انت كأنما عندك ثلاث رغبات ثلاث ابناء ثلاث اهتمامات كبيرة في الحياة واحد على الدراسة الثاني على الاهل والاصدقاء الثالث على الحبيبة والشريك الابناء ايضا الكثير من المسئوليات الاهتمامات اللي قاعدة تلعب في نفس الوقت انت جدا احتوان انك تتعامل مع برج عقرب ولكن مشرط ممكن ايضا يكون برج ناري انت جدا شاطر ان تنتقل من مسئولية الى مسئولية من دون كأنه مهني تقفز قفزات بهلواني تقفز مع المحافظة على توازنك هذه من نقاط قوتك والشريك ايضا معجب فيها معجب بعزيمتك الحديدية ليش قاعدة اقولك انت هنا اشجع من شريكك كأنما انت قلت له يوم من الايام اذا جمعنا المبلغ المعين اذا حصلنا على الموافقة اذا صار كذا كذا راح نسوي كذا كذا انت فعلا قاعد انت متوجه نحو اللي قلت يوم من الايام انك راح تسوي انت على الطريق الصحيح شريكك متخبط عنده خوف عنده قلق نقعد يركز على التفاصيل او المشاكل الصغيرة عشان ما يركز على النظرة العامة والاهداف الكبيرة اللي وضعتوها مع بعض وعدتوا بعض بشيء تنتقلهم مثلا من المنزل تشترون منزل جديد خلال ثلاث سنوات منزل ملك ملك يعني عندكم هاي النوع من الطاقة في شراكتكم اللي بعده خمسة السيوف لا تدخل في تنافس مع الشريك ولا تقارن تطوراتك ونجاحاتك مع نجاحة لازم تدرك تشركه في امرك تعتبر ان نجاحك هو نجاحة بسبب دعمه بسبب وجوده على الاقل في حياتك انت عندك الدافع والحافظ ان تعمل وتنجز يا برج الحود تجاه احلامك لا تدخل معاه في طاقة المقارنة في طاقة انا افضل منك انا اشجع منك اوكي ولا تتركه ايضا وحيدا يتعامل معاه هاي المشاعر السلبية او خوفه وقلقه من دون ان تحاول على الاقل انك تساعده كرت الشيطان كرت الشيطان الاوهام الافكار السلبية لداخلنا المخاوف تقريبا مثل تسع سيوف اللي عندنا هنا لازم تكون معاه انت ضد معركة الانتصار على المخاوف ثلاث الاكواب ثلاث الاكواب ثلاث الاكواب هي طاقة اكضا الكلام التشجيعي الكلام التشجيعي طاقة الطعم طاقة اللي انا رح اعزمك على العشاء او رح اسوي مثلا اهني انت قاعد تنجح يا برج الحود اوكي بدل ان تترك الشريك وحيد يحس ان هاي مجرد نجاحك انت اشركه في امرك خلي يحس ان النجاح مشترك بسبب جهودكم كلامك لازم يكون لولاك انت ما قدر تسوي لولاك انت جام ما وصلت هاي النوع من الطاقة عشان تحافظ وتطور العلاقة وايضا تخرجه من مخاوفه الخاصة واذا تطلب الامر اعمل عزيمة احتفال حاسسه باهميته مع اجتماع الاهل والاصدقاء احتفل فيه قدم له شيء يرغب فيه ولكن مو شيء مادي لا هنا المطلوب مو ان تقدم له مثلا سفرة او هدية غالية لا تحتفل فيه امام الناس تحتفل بعيد ميلاده تحتفل بنجاح معين له وان كان بسيط ولكن تكون العزيمة والاحتفال باسمه لانك انما هو شريكك سيمر بمرحلة قادمة شوي ضعيف فيها اوكي عزيزي برج الحوت هذه كانت قراءتك العاطفية لشهر مايو اتمنى لكم كريتاوكي شكرا شكرا شكرا